الماكارونا الكريمي بالشكل ده بتبقى حلوة لو تحط عليها اي حاجة ومن غير حتى ما يتحط عليها حاجة هي حلوة جدا حتى لو اتعملت لوحدها بس انا في الفيديو ده حطيت عليها جمباري عشان بقى دي كتير ما عملتش حاجة بالسيفود الجمباري اللي استخدمته هو المجمد ده عشان ما كانش عندي جمباري فراش بس الجمباري فراش طبعا هيبقى احلى بكتير كمية الجمباري اللي استخدمتها هي نص كيلو سبت دقائق في بولا مليانة مية عشان يفك مش بياخد وقت كتير خالص للأسف الجمباري اللي عندي ده طلع مش متنظف او قصدي مش متشال خط الرمل اللي في ظهره فاضطريت ان انا اللي شيلو فتحت الظهر بسكينة كده من الراس لحد الديل وبعدين شلت الخط ده ممكن تشيلوه بالسكينة كده او بأيديكو او تحت المية بتاعت الحنفية بيبقى اسهل كمان وعلى فكرة فيه ناس مش بتشيلو بس لو عرفتو ده عبر عن ايه اكيد هتشيلوه بعد ما نضفت الجمباري وغسلته سيحت زبد على نار متوسطة وهرست فيها 3 فصوص توم كوبار التوم الكتير مع الجمباري بيبقى حلو قلبت التوم حوالي 30 ثانية بس لحد ما ريحته برقيت تظهر بعدين حطيت الجمباري حطيت عالجمباري توابل بسيطة خالص عشان متغطيش على الطعم اللي حطيته هو نص معلقة صغيرة ملح وقدها في الفلسود وفابريكا وفضل تقلب في الجمباري لحد ما استوى مش بياخد اكتر من 3 دقايق عشان يستوي عرفت انه استوى لما لونه بقى مش شفاف زي الجمباري النايه كده شلت الجمباري المستوي ده من الطاصة بس اسبتها زي ما هي عشان هعمل فيها الصاص زودت على الزبد اللي فيها شوية زيت زاتون ولما سخن حطيت في الطاصة كوباية عصير طماطم متصفية وحطيت عليها توابل تديها طعم ايطالي شوية نص معلقة صغيرة من الحاجات دي ملح ريحان وزعتر بعد كده قلبت كل حاجة وسبت الصاص دايغ لتلات دقايق بس بعد التلات دقايق دول حطيت ميت ميلي كوكين كريم او كريمت الطاهي وقلبت كده بقى عندي بينك صاص بسيط كده ده اللي هحط فيه الماكارونا انا كنت قبلها سلقت نص كيس او 200 جرام ماكارونا نص سوا بس الشكل اللي استخدمته هو الشيلز ده عشان يعني جمباري سيفود وقواقع لايقين على بعض بس ممكن تستخدمه اي شكل تحبه سلقتها النص سوا بس عشان هسيبها تكمل سواها في الصاص اللي عملته ده سبت الماكارونا تغلي في الصاص لحد ما دوقت واحدة منها لقيتها استاوت بعد كده تقيلت الصاص ده بنص كباية جبنة متصرقلة مبشورة قلبت الجبنة والماكارونا والصاص في بعض لحد ما بقى عندي ماكارونا بالشكل ده حاجة كده تحفة ممكن تتاكل لوحدها حرفية جربوها مرة لوحدها بس انا المرة دي نقلت الماكارونا دي في بايريكس ورصت عليها الجمباري اللي عملته من فوق وكمان غطيت الوش بطبقة جبنة متصرقلة تانية بعدين دخلتها فرن كنت مساخنه على درجة حرارة 200 ولما الجبنة ساحت شغلت الشوايا من فوق عشان تحمرها وطلعتها من الفرن لما بقى شكلها كده زي انتهى بخضرة عشان شكلها في التصوير بصراحة بس دي مش خطوة مهمة قوي وبعدين بدأت اكل وكانت زي شكلها كده طحفة كريمي وتشيزي وطعم كل حاجة فيها مظبوط جربوها كده وجربوها بحاجة تانية فراخ مثلا او جربوها من غير اللحوم خالص وقلول لي رأيكم فيها وقلول لي في الكومنس حتى حاسين هيبقى ايه احلى حاجة تتحط عليها وبس كده لو وصلتوا للنقطة دي في الفيديو شكرا جدا ان كنت تتفرجوا للاخر